للمزيد من المتابعة معانا على التليفون الأستاذ إيهاب شكري الكبير السياحي أستاذ إيهاب مسائل كير أهلا بحضرتك أهلا بك يا فنسائل كير ودنين ومسائل كير على كل مشاهدين ومعهر حضرتك شايف العدد ده ازاي وكمان البلاد اللي بتتصدر أعداد السائحين بنتكلم عن 193 ألف زائر خلال شهر أكتوبر العدد ده يعتبر جيد ولا أقل من مستوى كل سنة هو العدد 150 ألف سائح بالنسبة للوصول الغرداء بس هو يعتبر أكبر مؤشر إيجابي لتخطي أكبر تحدي وضع قطاع السياحي منذ 2015 شهر نوفمبر وده لو ده يدل على أننا بدأنا نتخطى كل الصوابات اللي كانت موجودة واللي قبليتنا من الأزمات اللي فاتت سواء الطيارة الروسية اللي وقعت أو فارل الساعدات في الكابياني الباريس أو فيه فنقدم بشرة الناس كلها وكل عاملين قطاع السياحة نقول لهم إن إحنا مصر راجع تنس راجع الرياضة السياحية بنقول للناس إن مصر هي بلد الأمن والعمان بنقول لهم إن إحنا جايين وعن نافس إن شاء الله وعن نافس بكوة لما بنقول إن الهردد 130 ألف سائح هو رقم مشؤول أي لذلك لو أثبت أثبت إن إحنا ماشيين في التجاهة الصحية وأعتقد إحنا بالنسبة لنا الدعم الأول في قطاع السياحة بالنسبة للسياحة هي ألمانيا يعني تعريبا 90 ألف سائح من 183 ألف دولة هو جنسية ألمانية من جنسية ألمانية وعلى عشان مصر تجيب العدد ده يبقى إحنا بنقول إن الناس الألمان جيب الناس فهمها كويس أوي وعارفة الوضع الحالي لما يوجد في مصر من الاستقرار وفهمها النسبون هي آمن ودي برضو رسالة كل الدول الأوروبية وغير الأوروبية يا جماعة مصر راجعة وراجعة بقوة إن شاء الله ومطاقين 2017-2018 فهو عيب عام اصدنار للإكتاس بس يا فاند المملاقي مثلاً إن إيطاليا وهي كانت من أكتر يعني من أكتر الدول اللي كان السياح فيها بيجب أعداد كبيرة سواء للجرداء أو شرم الشيخ بنلاقي إن العدد هو سائح فقط واحد فقط خلال شهر أكتوبر يعني ليه إحنا ما بقناش موجودين في السوق الإيطالي زي ما كنا قبل كتاب هو أكيد ده يعني يعود لكذا لكذا سبب أو أسباب كتيرة منها طبعاً الحالة الصرية للأكتور بيها إيطاليا دي من ضمن الأسباب الحالة التي تنتي تحضيرات أعتقد شهر إبريد لسات عفواً التحضيرات دي جات طلعت بالنوضة غير آمن وهنا عارفين إن برضو فيه النهاردة حاملات مطادة لتشويل اقطاع السياحة في مصر فيه ناس كثيرة أو مش عازة مصر جوم وفيه ناس طلع أخبار كذبة بس إحنا برضو يعني إن شاء الله شغالين وبينواجب كل اتحادات الموجودة دي وبنقول إن إحنا كن نحن نوصل للرقم ده بدون إيطاليا وبدون إنجلترا في شرم الشيخ وبدون روسيا في الغرداء وشرم الشيخ ودي عداد لا يستهم دي هو إنجاز بالنسبنة كلنا إحنا لا يفقى بالنسبة للقطاع السياحة دلوقتي غير بعض الجمسيات لا جمسية روسية الإنجليزية هي شغالة أو شغالة بحر الأحمر ولكن للأسف لسه مش تغلتش بشرم الشيخ وبنقول إن إحنا دلنا نقف على رجلنا بدون الجمسيات دي ما تكون شغالة إيطاليا إن شاء الله فيه استعدادات لها وفيه برضو مؤتمرات جاية الفترة اللي جاية دي عن إحضارها وفيها هيبقى ترتيبات بالنسبة للطيران للعارض على البحر الأحمر وعلى شرم الشيخ وعلى مرسى عالم فكل إن شاء الله جمسيات واحدة واحدة رجع بإذن الله في خطوط جديدة خطوط طيران من أوكرانيا أو بلجيكا بالنسبة لمرسى عالم بدأت ولا لسه بدأت أول طيرا بدأت من أوكرانيا أعتبر الأسبوع اللي فات وهي أعتبر أول طيرا تنزل أوكرانيا حتى من قبل التحديات اللي كانت موجودة عندنا ما كانش فيه طيران أوكراني فده مؤشف كويس جدا برضو إن النهار ده بنقول إحنا حرقنا ديستينيشان تاني جوى مصر يعني خلقنا مدن تانية سياحية مرسى عالم ما كانتش تشتغل خالص في إيستيوروب في الأوروبا الشرقية بالنسبة لروسيا وبلاروسيا وأوكرانيا والاتجاه ده بدأت إن شاء الله أوكرانيا وفيه توابع برضو إن شاء الله أن بيلاروسيا ستشتغل على مرسى عالم وبنقول إن اتجاه إلى الإيستيوروب ده هيبدأ إن شاء الله يتجل هناك وعايدة أقول لك أن الكوبينتي أول إشغال بحكم الإشغال في مرسى عالم وفي الجنوب من بحر الأحمر هو يفوق 90% وده مواشر بالنسبة لنا مواشر إيجابي ومواشر هايل جدا وبنتوقع إن شاء الله أن موسم الشتة برضو ده فترة موسم بالنسبة لأوروبا الشرقية هو فترة موسم إن شاء الله وده نقول حق فيه جنتيات تانية هتشتغل زي بيلاروسيا وأوكرانيا طبعا نشتغل في الشيكة تشتغل ودولس كنفرانيا بدأت تشتغل فإن شاء الله متوقعين سيزون يبقى كويس إن شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ إيهاب شكري الكبير السياحي والقائم بتسيير أعمال غرفة شركات سياحة البحر الأحمر شكرا جزيلا لحضرتك ومشأت